السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ ومادة إدارة الأعمال الدولية النهاردة هنتكلم عن الفصل التاسع في الكتاب وهو إدارة الانتاج الدولي وسلاسل الامداد الدولي لما نيجي نتكلم على سلاسل الامداد بصفة عامة بنجد أن سلاسل الامداد عبارة عن إيه؟ عبارة عن شبكة لما نقول شبكة يعني فيه أكتر من جزء مترابط بعضه مع بعض فالنهاردة لما تيجي أنت تشتري أميس لازم تفكر الأميس ده وصل لك إزاي؟ أول حاجة الأميس كان قط في مزرع ثم اتنقل هذا الأميس إلى المحلج علشان يبدأوا ينظفوه ثم تحول إلى مجموعة من الخيوط وهذه الخيوط تحولت إلى أميس وهذا الأميس اتحط في شكل أميس؟ هنا بنقول أن هذه الخطوات هي عبارة عن شبكة بتبدأ هذه الشبكة من لما المنتج كان مادة خام إلى أن بيصبح منتج تاني طبعا في هذه الشبكة أو في رحلة حياة المنتج بتمر خلالها مجموعة من الخطوات أنت بتشتري المادة الخام هتوديها فين؟ هتحطها في المخازن يبقى عندك فيه إدارة اسمها إدارة المشاريات هتشتري وعندك إدارة اسمها إدارة المخازن هتخز ثم هذه المواد الخام بتتاخد في عمليات الانتاج يعني فيه إدارة إنتاج طيب انت بتعمل أميس شكل واحد وده أشكال مختلفة ممكن تعمله أشكال مختلفة أشكال مختلفة يعني خطوط إنتاج مختلفة طيب إذن فيه خطوط إنتاج مختلفة طيب إيه اللي بيحصل النهار ده؟ بعد ما بتنتج بترجع تقيد تخزينه مرة تانية بس في شكل منتج تام أو منتج كامل هذا الأميس بيبدأ يتاخد أو يتباع لتاجر الجملة ياخده تاجر الجملة بيحطه في المخازن عنده وبعدين يديه لتاجر التجزئة تاجر التجزئة يبدأ يحطه في المعرض بتاعه يجي العميل ياخد هذا المنتج بص كده مشينا بكم مرحلة طيب علشان إحنا نقدر ننتج لازم ندرس رغبات المستهلك هتدخل هنا قدرت التسويه طيب كل الكلام ده بيحصل فيه إيه؟ بيحصل فيه تدفقات تدفقات إزاي؟ يعني فيه معلومات بنبقى عايزين نعرف معلومات على السلعة بتاعتنا منتجة فين وموجودة فين؟ مش بس كده ده لازم نعرف مثلا رغبات المستهلك نبدأ نشوف هل أنا عندي مخازن كافية ولا مش كافية؟ قطوط الإنتاج بتاعتي الكميات التنبؤ بالطلب يبقى فيه تدفق للمعلومات أيضا فيه تدفق للمواد الخام مادة الخام بتتدفق؟ تدفق للماتيريالس بسف عام من وحدة الوحدة أو من قطاع لقطاع أيضا بيبقى فيه تدفق آخر لإيه؟ للفلوس علشان المستهلك اللي هديله المنتج بتاعي هيدفعه للفلوس سوف أخد الفلوس زيها تديها للعمال اللي هصين أعمل بها السيانة الأجهزة هبدأ أشير بها مواد خام إذن لما نيجي نتكلم على سلاسل الإمداد إحنا بنقصد بها إيه؟ بنقصد بها جميع الشبكات وجميع الأملاء وجميع التدفقات اللي بتتم أو اللي بتخليني أتمكن من عملية إيه؟ عملية الإنتاج نفسه بنقول هنا في العادة بتبدأ سلسلة الإمداد بتسليم المواد الخام من مورد إلى مصنع وتنتهي بتسليم المواد وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك النهائي بصوا للرسمة دي كويس جدا وتجدوا إن السلسلة الإمتاد فيها تلات حاجات الحاجة الأولانية فيه في اللوقف الماتيريال فيه تدفق للمواد تدفق بيبدأ منين؟ بيبدأ من المادة الخام وينتقل حتى يصبح منتج تاب زي ما قلنا قط يصبح في الآخر على شكل مثلا بانطلون أو أميص أو أي شكل كان فيه تدفق للفلوس فلو أف ماني المستهلك ويدفع تمن السلعة هنقدر هياخد الفلوس زياد هتبدأ تروح لتجر التجزئة ياخد الربح بتاعه ويدفع الإيجار ويدفع مرتبات الموظفين ويرجع يدفع تمن السلعة لتجر الجملة تجر الجملة ياخد الفلوس ياخد الربح بتاعه ويرجع يدفع الفلوس لمين للمصنع المصنع ياخد الفلوس بتاعته ويبدأ يعمل دورة معينة ويدفع تمن المواد الخام اللي هي للمنتج الأساسي أو الأولين هنا بنجد أن الفلو ستتدفقه من المواد الخام إلى المنتج الماني بتيجي من المستهلك لحيات ما توصل لأول نقطة لكن فيه تدفق مهم جدا وهو تدفق الانفورميشن اللي هي المعلومات بإذن اللي قدر نقول عليه أن سلسلة الإمتاد بنقصد بها شبكة من الموردين شبكة من التسلات شبكة من العملاء أهم حاجة فيها أن هي فيها ثلاث أنواع من التدفقات فيها تدفق للمواد فيها تدفق للفلوس فيها تدفق للإنفورميشن أو المعلومات أحياناً بنسمع ألفاظ كتيرة قوي يقول لك فيه حاجة اسمها سلسلة التوريد ويقول لك أحياناً ده فيه سلسلة القيمة وفيه سلسلة الطلب طب إيه الفرق بينهم علشان نعرف الفرق بينهم نجد أن مفيش فرق قوي بين سلسلة التوريد وسلسلة القيمة ليه سلسلة القيمة معناها أنك تضيف قيمة على الشيء يعني لما باخد القط وحوله لقماش هنا القطن ده تم إضافة قيمة لي هي القيمة أنه تحول بقى إيه اتغيرت سورته وأصبح في سورة إيه أقماشة لما بناخد الأقماشة وندخلها خطوة إنتاج معينة ونحولها إلى ملابس تم إضافة قيمة على هذه الأقماشة الأقماشة وتحولت إيه هنا بنقول أن سلسلة القيمة وسلسلة إيه وسلسلة التوريد تقريبا ريبين من بعض لكن سلسلة الطلب سلسلة الطلب هي جزء من سلسلة التوريد ليه لأن المستهل تبيطلب سلعة طيب لما بيجي يطلب سلعة لازم أدرس إمكانياته لازم أتنبأ بهذا الطلب نفسه فبنقول هنا أنه في كثير من الأحيان بيحدث خلط في المفاهيم بين سلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب في حقيقة الأمر ممكن نقول أن سلسلة التوريد هي سلسلة القيمة ليه لأنه بيقصد هنا بيها أنه بيتم إضافة قيمة للمونتج زي ما أنا قلت لكم سلاسل القيمة هي إيه هي تجميع لمنظمات أعمال منفصلة كما تتكون من عنصرين هما عنصر التوريد وعنصر الطلب حسو يبدأ عنصر التوريد في بداية السلسلة وينتهي مع العمليات الداخلية بالمنظمة بينما يبدأ عنصر الطلب في السلسلة من النقطة اللي بيتم فيها تسليم مخرجات المنظمة للعميل الحالي وبتنتهي مع العميل النهائي في السلسلة أما سلسلة الطلب فنقصد بيها المبيعات وتوزيع كجزء من سلسلة القيمة طيب إحنا عايزين نحط تعريف كده نبقى عارفينه لإدارة سلاسل الإمداد إحنا عايزين سلسلة الإمداد أو التوريد طيب سلاسل الإمداد إدارتها بقى إحنا خدنا قبل كده أن الإدارة هي الأداة اللي نقدر من خلالها نوصل لإهداف المنظمة بتاعتنا هي عبارة عن مجموعة من الأدوات زي التخطيط والتنظيم والركابة والتحفيز تعالوا نحط التعريف بتاعنا بنقول إن إدارة سلسلة الإمداد والتوريد مجموعة من الأساليب والطرق التي يتم الاعتماد عليها لتحقيق التكامل بين كل من المورد والمنتج والمبيعات والمخازن بشكل صحيح وفعال ممكن إحنا نعتمد عليها علشان نقدر نحقق الطلابيات بتاعتنا السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هل إدارة سلسلة الإمداد علم أم فن؟ في الحقيقة إن إدارة سلسلة الإمداد هي علم وفن ليه؟ لأنك أنت بتخطط كل الأنشطة المتعلقة بتضفك البضائق والخدمات وده يشمل عملية إدارة الحركة النقل وتخزين المواد الخام والسلع التام اللي هي المنتجات النهائية والمخزون بداية من نقطة المنشأ إذا نقطة الإسلاك يعني إن أنت توصلها إلى المسالك النهائي طيب إيه هي أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد؟ إدارة سلسلة التوريد ليها أهمية مهمة جدا ليه؟ إحنا لو بصيت على مستوى المنظمة بجد إن كل منظمة فيها مجموعة من الإدارات هذه الإدارات ممكن تتعارض في أهدفها بالرغم إن هي بيه هدف واحد وإن هي تحقق أرباح المنشأة تعالوا كده أهديكم مثال بسيط جدا لما نيجي نسأل إدارة المشتريات أنت عايزة إيه؟ يقول إدارة المشتريات أنا عايزة أنزل أشتري كل الكميات اللي أنتم محتاجينها السنة دي أنا مثلا عايزة أشتري مئة ألف طن من القماش وحطه في المخازن نقول لها طب هتشتري مئة ألف طن ليه؟ هتقول لنا علشان خاطر أقدر أحصل على خصم الكمية دي حاجة وياريت لو أنا هشتري القماش كله نوع واحد علشان ما تعبش ما تدونيش أنواع مختلفة طب ده هيتعرض مع إيه؟ أول حاجة هيتعرض مع المخازن إزاي يتعرض مع المخازن؟ المخازن محدودة لو أنا اشرت لها الكمية دي كلها هيخطوها إزاي؟ المخازن عايزة كميات قليلة دي حاجة مهمة جدا طب هو يتعرض مع إيه؟ يتعرض مع إدارة التسويق يتعرض مع إدارة التسويق ليه؟ لأنك لما تيجي تشري صنف واحد فقط من الأكميشة العملة رغباتهم مختلفة مش هقدر أشبه كل رغبات العملة وبالتالي أنا كراجل تسويق أنت بتديني صنف واحد يبقى إزاي أن أنا أقدر أعمله ماركتنج أو إزاي أن أنا أسوأه مع اختلاف الأزواق واختلاف الاحتياجات هنا بتظهر مفهوم إدارة سلسلة التوريد إدارة سلسلة التوريد هتبدأ تعمل عملية الكوردينيشا التنسيق بين هذه الإدارات بحيث تحقق لي أعلى كفاءة ممكنة بالجودة المناسبة وبالتكلفة المناسبة إزاي أنا أشري كميات تحقق الكفاءة الاقتصادية وتحقق الأرباح إزاي أن أنا أقدر أعمل خطوط إنتاج وهذه الخطوط الإنتاج تكون مرتبطة برغبات مستهلكية إزاي أبدأ أستغل الطاقة القصوى بتاعتي لكل خطوط الإنتاج الموجودة إزاي أن أنا أقدر أستغل المخازن اللي عندي إزاي أن أنا أبدأ ممكن أستغل على المخازن ممكن أستغل على خطوط إنتاج هل ممكن أجيب شركاء من بره كل دوت بساعدنا فيه اللي هي إدارة سلسلة التوريد يبقى أني أقدر نقول أني بتعمل إدارة سلسلة التوريد على الاستفادة القصوى لجميع الموارد المتاحة على المستوى السلسلة ككل بالإضافة لأنها بتقترح نمازج رياضية لحل مشكلات سلاسل التوريد وبتستخدم في ذلك برمجيات خاصة بتساعدها على تضفق المعلومات والأموال والمواد بشكل تنفسي وأمثل ويمكن القول بأن تحقيق رغبات العملاء والتمتع بتحقيق زيادة في الربحية هيأدي إلى كفاءة مثالية من خلال إدارة سلسلة التوريد سلسلة التوريد هتساعدنا في إيه؟ هتقلل لنا تكلفة التوريد هتعمل على زيادة الربح الحدي للمنتج هتحسن كفاءة التصنيع على كل المستويات هتحقق عوائد أفضل على الأصول يعني هتعمل لنا صوفي رحب أكبر يبقى كده إمتى نقدر نحقق فوائد درس سلسلة التوريد جاء العملاء لما يحدث تخفيض في المخزون من خلال نقل المنتجات مباشرة إلى مكان الشراء ثم بعد ذلك نقوم بتخزينه بيكون مسؤول عنه أما الأثر على المورد بيكون أكثر صعوبة في تصنيفه بصورة مبدئية زي الأرباح كما يمكن أنها تشمل فوائد لكل من العملة والموردين زي ما نقول دلوقتي من أهم الفوائد اللي بتحققها سلسلة المداد أنها بتقلل التكلفة بتاعة المنظمة ده مهم جدا أنت تقلل تكلفة تقدر تنافس السوق ترفع من قدرتك الإيه التسوقي عندنا فيه أكتر من حاجة بيهتم أو بيستفيد منها زي ما سيان عملة بتحقق درس سلسلة الإمداد على تحقيق الاتصال بالعملة والتعامل معهم وده من خلال معرفة رغبات العميل والمنظمة والوقت الذي يحتاج فيه وهذا العميل الوقت اللي بيحتاج فيه هذا العميل لمنتجاته وصولة توصيلها القيمة السوقية بتعمل سلسلة الإمداد عن مهم مباعات المنظمة وتخفيط التكلفة بالإضافة لتحقيق الاستخدام الأكفاء للأصول السابقة أيضا تكاليف الرأس المالية احنا بنقصد بتكاليف الرأس المالية في سلسلة الإمداد كل تكاليف تشغيل مصنع والمخازن اللي بتكون عند حدها الأدنى فإذا كانت الأوامر أو الطلب أقصى من التنبؤ بالمبعاد اللي بيكون الأساس في الإنتاج والتصنيع بيكون الإنتاج متدامن بصورة أكبر بيحصل لنا أيضا وفرات في رأس المال ليه؟ لأن الإدارة الفعالة بسلسلة الإمداد بتعمل على تعظيم رأس المال العامل للشركة بالإضافة لكل دوت عندنا جدول في الكتاب بنوضح في هذا الجدول أو الجدول ده بيوضح لنا إيه هي الفوائد والعقابات الخاصة بالتحسينات اللي بتحصل في سلسلة الأوراد أو اللي بتعملها سلسلة التوريد المؤينة هتلاقي في الخانة الأوانية ده المشكلة وهنا التحسينات اللي موجودة ودي الفوائد اللي بتعمل لنا سلسلة التوريد وهنا بتكون دي العقابات لحد هنا أنا بشكركم ونتقابل في المحاضرة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم الأستاذ الدكتور حسين مسلح الأستاذ إدارة العمال والتسويق بكولات التجارة جامعة كفر الشيخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر